بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم فمنهم شقي وسعيد صدق الله العلي العظيم الله عز وجل حباء الإنسان بالغرائز وهذه الغرائز كثير منها يلتذ الإنسان من ممارستها ولكن هذه الغرائز التي منحها الله عز وجل للإنسان إنما منحها إياه لأمرين الأمر الأول أن يتمتع بتلك الغرائز الإنسان في الدنيا قل من حرم زينة الله؟ والأمر الثاني أن يتزود منها للآخرة فلأجل هذين الأمرين الله عز وجل حباء الإنسان بمجموعة من الغرائز هذه الغرائز ينبغي على الإنسان أن يستفيد منها ويتمتع بها في الحياة الدنيا وأن يتزود بها إلى الآخرة السعيد هو الذي يستفيد من هذه الغرائز للأمرين للدنيا وللآخرة ولم يجعل أحدها على حساب الآخر يعني يترك إحدى هذه الغرائز في الدنيا أو يستفيد منها أكثر من اللازم ويخرب آخرته هذا هو السعيد أما الإنسان الذي لا يستفيد من هذه الغرائز المشروعة في أطرها المشروعة فهذا قد لا ينال السعادة الدنيوية الإنسان الذي لا يستفيد من هذه الغرائز بالطرق المشروعة وإنما يستفيد منها بالطرق غير المشروعة فإن هذا الإنسان لا يكون سعيدا في الآخرة بل قد يوجب ذلك له الشقاء في الآخرة ولذا في الآية الشريفة حينما ندعو نقول في الآية الشريفة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الحديث الشريف ليس من من ترك آخرته لدنياه وليس من من ترك دنياه لآخرته الطيبات من الرزق ينبغي على الإنسان أن يستفيد منها في الدنيا ويتزود منها للآخرة وليس الزهد أن لا يملك الإنسان شيئا بل الزهد أن لا يملكه شيء هناك بعض الناس يتصور أن الزهد هو أن لا يتمتع الإنسان بالطيبات في الحياة الدنيا بالطرق المشروعة لا ليس هذا هو الزهد وإنما الزهد أن لا تملكه الأمور والغرائز الدنيوية فإن حصلها بالطرق المشروعة واستفاد منها بالكيفية المشروعة فبها ونعمة وإن لم يحصل عليها بالطرق المشروعة فإنه يتركها ولا يحاول أن يحصلها بالطرق غير المشروعة فالسعيد هو الذي يتمتع بتلك الغرائز بالطرق المشروعة دنيويا ويتزود منها للآخرة هنا سؤال كيف يمكن للإنسان أن يكون سعيدا وكيف يبتعد الإنسان عن الشقاء وعن أسباب الشقاء طبعا أسباب السعادة دنيوية وأخروية هذه الأسباب متعددة وكثيرة والله عز وجل من لطفه على الإنسان بيّن تلك الأسباب في القرآن الكريم أو علمها رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول بيّنها لنا أو علمها الرسول للأم عليهم الصلاة والسلام ولا إما بيّنوها لنا ووصل إلينا الكثير من تلك المرويات التي تبين لنا كيفية الاستفادة الصحيحة من الفرص الممنوحة لنا في الدنيا وكيف نتمكن من الاستفادة من الطاقات والقدرات والغرائز وما إلى ذلك التي حباها الله إيانا بالطرق صحيحة لنصل إلى السعادة الدنيوية ومن ثم إلى السعادة الأخروية من تلك الأمور والأسباب التي توجب السعادة للإنسان دنيوية وأخروية القناعة الإنسان أن يقنع بما عنده من الأسباب الرضا أن يرضى الإنسان بما قسمه الله عز وجل له ليس معنى القناعة أو الرضا بما قسمه الله عز وجل أن لا يحاول الإنسان وأن لا يعمل وأن لا ينتهج الأساليب التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون ليس معنى القناعة ذلك ولا معنى الرضا ذلك وإنما معنى القناعة أن الإنسان يحاول بالطرق الصحيحة للوصول إلى النتائج المرجوة وفي نفس الوقت أن يكتفي بما عنده لا أنه يحاول أن يتجاوز جادة الشرع وأن لا يخالف العقل للوصول إلى بعض الغرائز التي لم يمكنه الوصول إليها بالطرق المشروعة الإنسان القنوع هو الذي يرضى بما عنده ويستفيد مما عنده ويعمل للأفضل ولكن غير القنوع هو الذي لا يكتفي بما عنده وإنما يحاول الوصول إلى أمور أخرى إلى رغبات أخرى إلى غرائز أخرى عبر الطرق الملتوية الإنسان القنوع هو الذي لا يبيع دنياه لا يبيع آخرته لدنياه فإن وصل إلى هذه الدنيا بالطرق المشروعة رضي بها وإن لم يتمكن من الوصول إلى هذه الدنيا بالطرق المشروعة اكتفى بما عنده ولم يتجاوز حده كثير من الأحيان الإنسان يهوى إلى الرذيلة وإلى هوة سحيقة بسبب أنه يريد الوصول إلى بعض الغرائز لا يتمكن الوصول إليها أو إلى تلك الشهوات ينتهج أساليب غير سليمة لكي يصل العامل الذي يعمل ليلة نهار هذا العامل يعمل قد يحصل على شيء من المال إذا اكتفى بهذا المقدار وقنع بما عنده لا أنه لم يحاول الوصول إلى الأكثر لا يحاول ولكن ضمن إمكانياته يصل إلى مقدار هذا المقدار إذا اكتفى به وحاول أن يعيش بهذا المقدار فإن هذا الإنسان لا يفكر في أن ينحرف في أن يسرق في أن يعين ظالما لكي ينتفع من هذا الظالم انتفاعا ماديا فهذا الإنسان القنوع لا يبيع آخرته بدنياه لكن غير القنوع قد يبيع آخرته بدنياه ومن ثم يفقد السعادة الأخروية وحتى السعادة الدنيوية لأن السعادة هي حالة نفسية قد يكون الإنسان له الكثير من المال له الكثير من الجاه له الكثير من السلطات ولكن في نفس الوقت يحس بالشقاء يحس بالفراغ هذا الإنسان في قلق نفسي نحن نشاهد أن مثلا كثير من أصحاب الثروات الطائلة هؤلاء يعيشون في أزمات نفسية لماذا؟ لأن المال لا يأتي بالسعادة السعادة حالة نفسانية حالة نفسية قد يكون إنسان فقير وهذا الفقير في قمة السعادة وقد يكون الإنسان حاكم وهذا الحاكم لا يحس بالسعادة في شيء لا يحس من السعادة شيئا فعليه الإنسان إذا رضي بما قسمه الله عز وجل وقنع بما هو فيه ولم ينظر إلى ما في أيدي الناس هذا الإنسان إذا اكتفى بما عنده يحس بالسعادة دنيوية ولا يبيع دنياه آخرته بدنياه أو بدنياه غيره فيشقى فعليه ينبغي على الإنسان أن يوفر أسباب السعادة حتى يكون سعيدا وكما ذكرنا القناعة عدم النظر إلى ما في أيدي الناس الرضا بما الإنسان فيه العمل الدؤوب هذه من أسباب السعادة الأمور المادية لا تجلب السعادة إلى الإنسان وكما ذكرنا المال لا يأتي بالسعادة إلى الإنسان الجاه لا يأتي بالسعادة إلى الإنسان المنصب لا يأتي بالسعادة إلى الإنسان ولذا نشاهد أن المشاكل النفسية في أمثال هؤلاء أكثر من كثير من الناس الذين لا يمتلكون مالا كثيرا أو جاها كبيرا أو سلطة واسعة نشاهد مثلا في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الأب يريد سعادة بنته وهذا واضح كل أب يريد سعادة بنته فكيف يجلب السعادة لها هل إذا جاء ثري وخطبها لأنه هذا ثري ولأنه مثلا ذو منصب ولأنه له جاه اجتماعي هل يتمكن من أن يجلب السعادة لهذه البنت كلا الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه لأن الذي يسبب السعادة الدين والأخلاق إذا الزوج كان متدينا بمعنى أنه يلتزم بحقوق الزوجة لأن الإسلام أعطى حقوقا للزوجة كما أنه أعطى وجعل حقوقا للزوج فإذا الرجل راعى حقوق هذه المرأة طبعا هذه المرأة تكون سعيدة إذا تعامل معها بأخلاق طبعا تكون هذه المرأة سعيدة حتى إذا لم يجلب لها مالا كان فقيرا كثير من الفقراء يعيشون في قمة السعادة لأن السعادة كما ذكرنا أمر نفسي فالرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا كان له دين وإذا كان له أخلاق فإن هذا الإنسان بدينه وأخلاقه يجلب السعادة في الحياة الزوجية فالبنت تكون سعيدة وكذلك بالعكس يعني الزوج يكون سعيدا في زواجه بالمرأة المتدينة الخلوقة لذا في حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله من تزوج امرأة لمالها وجمالها أو كله الله إلى مالها وجمالها ومن تزوج امرأة لدينها رزقها الله المال والجمال لأنه المال والجمال لا يجلب السعادة فإذا رجل تزوج امرأة لأنها ثرية ليس من المعلوم أنه يكون سعيدا بهذا الزواج إذا تزوج امرأة لأنها جميلة ليس من المعلوم أن هذا يجلب له السعادة ولذا نشاهد أن الذين يتزوجون لأجل المال أو الجمال كثير من الأحيان حياتهم تنتهي للطلاق وإذا لم تنتهي للطلاق حياتهم تكون جحيما حقيقية ولكن إذا تزوج امرأة لدينها المرأة المتدينة تراعي الشرع فتراعي حقوق الزوج فإذا راعت حقوق الزوج وحقوق الزوج في الإسلام مبينة وحقوق الزوجة مبينة وهذه الحقوق تجلب السعادة البدنية والسعادة النفسية والسعادة الأخروية للإنسان فإذا تزوجها لدينها فيكون سعيدا معها ولأن الجمال أمر اعتباري قد يرى الإنسان شيئا جميلا ولا يراه الآخر شيئا جميلا لأن الأذواق مختلفة فإذا تزوج امرأة لجمالها حتى إذا كانت هذه المرأة قبيحة المنظر لكن لأنها تسعد الزوج فالزوج ينظر إليها وعينه تنظر إلى امرأة جميلة لأن أفعال تلك الزوجة توجب الحب والحب يوجب أن الزوج ينظر إلى زوجته كأنه ينظر إلى امرأة جميلة وكما ذكرنا أن الجمال من الأمور الذوقية وكذلك الله عز وجل رزقها الجمال ورزقها المال لماذا؟ لأن الزواج المبتني على الدين هذا الزواج يسبب أن الإنسان يقنع بما عنده والله عز وجل غيبيا يساعد هذا الإنسان فحياته تكون حياة طبيعية والإنسان ماذا يريد؟ يريد أن تكون حياته طبيعية ماديا وأن يعيش في راحة نفسية فلذا قيل أن السعادة فكت ارتباطها بالمال السعادة فكت ارتباطها بالجاح السعادة فكت ارتباطها بالجمال السعادة ارتبطت بالمعنويات التي تلك المعنويات إن وصل إليها الإنسان يصل إلى الماديات أيضا من الأمور التي تسبب أيضا فقدان السعادة والوصول إلى الشقاء لا سمح الله هو التشاؤم الإنسان المتشائم هذا دائما يعيش في قلق نفسي يحس بعدم الراحة وهذا يجلب له الشقاء في حين أن التفاؤل وخاصة التفاؤل بالخير وبالأمور الصحيحة هذا التفاؤل قرين بالسعادة فالله عز وجل حينما خلق الإنسان بيّن له النجدين الطريقين الطريق الصحيحة والطريق غير الصحيحة فعلى الإنسان بعقله أن يختار الطريق الصحيح وإذا الإنسان اختار الطريق الصحيح فإنه يصل إلى السعادة الدنيوية قابل السعادة الأخروية يقال أن رجلا من الأثرياء رأى شخصا من الفقراء فقال الفقير أنت حياتك أفضل من حياتي الفقير قال له لماذا حياتي أفضل من حياتك وأنت مرفه منعم لك ما لذ وطاب فقال الثريق صحيح أني منعم ولي ما لذ وطاب ولكن لا أستفيد من هذه الثروات قال له لماذا قال لأني دائما في قلق دائما أفكر أنه هذه التجارة خاسرة أو رابحة حينما أأكل الطعام فكري كله في المال لا ألتذ بهذا الطعام حينما أتاجر دائما أنا في قلق من مالي مشاغلي كثيرة لا أصل إلى العائلة لا أتحدث معهم لا أراهم إلا قليلا فلا أحس شيئا من السعادة لكن أنت لك ما يكفيك لا تموت من الجوع لا تنام في العراء لك ما يكفيك صحيح كثير من الصعوبات تواجهك ولكن أنت سعيد مع زوجتك سعيد مع أولادك سعيد في حياتك وأنت تلتذى الملذات المحللة بدون قلق الإنسان الذي يعيش في قلق لا يحس بالسعادة الإنسان الذي يعيش في قلق قد للتخلص من ذلك القلق يرتكب المحرمات فعلى الإنسان أن يهيئ أسباب السعادة له دنيوية وأخروية أن يتمتع بالملذات المحللة وبالأطر المشروعة ويتزود بها للآخرة مثلا كما ذكرنا الزواج أمر محلل لذة دنيوية والاستفادة الصحيحة منها أيضا تكون مقدمة للوصول إلى الجنان الرهبانية ليست موجودة في الإسلام لا رهبانية في الإسلام ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الآية الكريمة فعلى الإنسان أن يهيئ أسباب السعادة ويبتعد عن أسباب الشقاء الالتزام بالتعاليم الدينية توجب الراحة النفسية للإنسان وإذا أوجبت الراحة النفسية للإنسان توجب السعادة دنيوية وأخروية وعدم الالتزام الديني أولا يسبب القلق في الإنسان يسبب الشقاء للإنسان حتى إذا حصل ثروة أو جاه أو منصبا لكن يعيش في قلق في خوف دائم ليس له أمل في الآخرة هذا من الجهة الدنيوية ومن الجهة الأخروية من الواضح أن الذي يعمل السيئات الله عز وجل يجازيه بسيئاته فعلينا أن نهيئ أسباب السعادة حتى نكون من السعداء فمنهم شقي وسعيد لا أن نكون من الأشقياء هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر